طيب زيكم الأول عاملين ايه كله تمام؟ هو بالتأكيد مصر هي مركز المنطقة وعاصمة قرارها الأولى ده مما لا شك فيه الأحداث بتثبت ذلك لو صح التعبير من يوم 7 أكتوبر وحتى هذه اللحظة وإن كان هذا شاهدا مرحليا وقتيا زمنيا علنا بقوله لكن في المطلق تاريخيا هي مصر فعلا عاصمة القرار العربي مصر فعلا هي الحامي والدرع للمنطقة العربية بالكامل ولك إنك تقرأ في التاريخ زي من تعايز شوف أي محاولة لغزو المنطقة واحتلالها ونهب ثرواتها فكانت مصر دائما مش بس هي حجر العثرة مصر كان الجيش المصري بتاعها ده هو اللي بيؤدي في النهاية خالص إلى إنه يحصل جلاء لهذه القوات الغازية وتم تطهير المنطقة بالكامل احسب بقى زي ما تحسب وعد زي ما تعد أنت ممكن تشوف كده من وقت ما كان في حاجة اسمها الحيتيين والهكسوس مرورا بالهجمات التتارية الصالبيين اللي جمعوا الأوروبا أنا ما حبيش كلمة الصالبيين كان محاولة من الغزو الأوروبي وكان هناك لعبا ما بين الدين والسياسة عاملين كده زي الإخوان بتوع دلوقتي أو بتوع المرحلة الماضية بلينكين موجود في مصر وزير الخارجية الأمريكي زي ما كنت بقول للزميلاتي هل أنا متفائل؟ مش عارف يعني ما بقيتش قادر أضع صيغة تفائل أو حتى صيغة تشاؤل الوضع برضو ما هوش متحرك يعني الوضع ما فيهوش ديناميكية المشكلة أن الوضع أصبح ستاجننت أو راكد راكد بمعنى أنه لازال العدو الصهيوني بيمارس نفس الغي زي ما هو ولا يتوانى ولا يتراجع على الإطلاق مهما كان شكل الإدانات من ناحية أخرى أنت ترى الآن أوروبا غارقة في انتخابات البرلمان الأوروبي فرنسا فيها مشاكلها المخيف في الموضوع أنه فيه صعود لليمين المتطرف داخل أوروبا وهذا الصعود صعود مخيف يمين متطرف في أوروبا يمين آخر في الولايات المتحدة الأمريكية ألا وهو الحزب الجمهوري جاي جاي هيحكم البيت الأبيض هيحكم البيت الأبيض شئنا أم أبينا فرحنا أو حزنا الجمهوريين هيحكموا البيت الأبيض فهيبقى فيه عندك يمين في واشنطن ويمين في أوروبا وبكل الأحوال عندك يمين متطرف موجود في فلسطين المحتلة بسبب هذا الاحتلال الصهيوني اللي بتقوده أحزاب اليمين المتطرفة والمتشددة في أفضل الأحوال ممكن يجي يمين الوسط فإذا سئلت من أين يأتي التفاؤل أقول لك ما عنديش أي بارقة التفاؤل غير في أنه ربنا سبحانه وتعالى يعني يلهمنا القدرة على الحل وأنا بقول هنا يلهمنا الحقيقة يلهم القاهرة يعني برضو أصبحت مش حاسس أن فيه زخم عربي يعني وده شيء مش عارف أوصفه بإيه ما فيه زخم عربي وكأننا في المنطقة اعتدنا ما يحدث يعني إحنا في المنطقة العربية اعتدنا هذا العدوان وهذه الوحشية على الأراضي الفلسطينية أصبحنا نتابعها في نشرات الأخبار أنا بتكلم علينا كلنا نتابعها في نشرات الأخبار وكأنها أمرا عاديا القتل والذبح والحرق وكأنها أمرا عاديا الأطفال والنساء والعجائز وكأنها أمرا عاديا المرضى والمصابين يسحبون من على الأسرة ويقتلون أمام عدسات الكاميرات وكأنها أمرا عاديا أنا أش بتكلم أن إحنا أصابتنا البلادة أو برودة المشاعر لكن وكأننا إحنا كمنطقة أصبنا اليأس أما العالم فلا ده فعلا بلادة وهنا مش بتكلم على الرأي العام مش بتكلم على المواطن العالمي مش بتكلم على المواطن اللي موجود في أوروبا ولا اللي موجود في أمريكا المواطن اللي في أوروبا بيتظاهر لأجل فلسطين المواطن اللي في أمريكا بيتظاهر لأجل فلسطين مظاهراته إن كانت قليلة شوية في أستراليا لكن في النهاية البني آدم بيتظاهر أما الحكومات فعندها كم بلادة غير طبيعية عايز تسميها بلادة ممكن عايز تسميها تواطق ممكن جدا 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 في النهاية وجود إسرائيل في المنطقة هو وجود وظيفي ليها وظيفة وظيف كتير وليست وظيفة واحدة وظيفة ده شكل الناس وهي التتظاهر اللي ممكن يدور في بالك برضو هو السياسيين يعني السياسيين اللي في أوروبا واللي في أمريكا اللي بيحكموا دول مش هما في احتياج حقيقي لهذه الأصوات يعني هذه المظاهرات الضخمة الغفيرة الممتلئة بالناس وبالمناسبة دول مش الجاليات العربية فقط لا دول الجاليات العربية ومواطنين هذه الدول أصحاب هذه البلاد بيتظاهروا جنبا إلى جنب مع العرب لأجل رفع هذه المأساة وإنهائها يعني أنت ما تبقاش فاهم أنا بقعد أفكر برضو يمكن تأكيد فخامة الرئيس على أنتوني بلينكين بأنه يجب وقف هذا العدوان يجب وقف هذه أو إنهاء هذه المأساة الإنسانية يجب أن نبدأ في مفاوضات حل الدولتين لكن ما الذي يرد به بلينكين؟ يعني ده قد يكون سؤال الأسئلة ما الذي يرد به بلينكين؟ ما الذي يقوله أنتوني بلينكين؟ ما الذي يقوله جو بايدن؟ لما هيجي في وقت من الأوقات من يميننا تانيه هو يروح يقف قدام الكونجرس ويتكلم يا ترى نواب الكونجرس هيقولوله إيه؟ هيسألوه ولا هيسقفوله؟ الواقع بيقول أن بلينكين في القاهرة وحصل لقاءه مع الرئيس وحصلت المناقشة وهو كده كده في عنده جولة في المنطقة وعاوز يدفع بمسألة الهدنة في غزة وأنه واشنطن عايزة مجلس الأمن يعني عايزة تعمل جلسة وتدعو المجلس للتصويت على مشروع يدعم مقترح الهدنة أنا بقولك الكلام ده وأنا كل اللي فيه مخيلتي وكل اللي فيه عقلي الوعي والباطن الحقيقة أنه الأمريكيين اللي عاوزيني يوقفوا الحرب هاي وقفوا لأنه بمنطقة البساطة وقف إمداد السلاح وقف الإمداد بالأموال بس خلاصي بإسرائيل تغرأ وكل سنة وإحنا طيبين في هذه الحال إسرائيل هتبقى مضطرة مضطرة وآسفة بالتأكيد أنها هتعود على طرابيزة المفاوضات هتوقف ضربه هتعود على الطرابيزة بس اللي هو الأمريكان الوقف الحرب